خليني أبدأ معاك برضو يا كريم على أو أرجع أروح لأحمد سابت عايز أسألك أنهي أهم بطولة الدوري ولا كاس ولا أفريقيا ولا السوبر الأفريقي ولا السوبر المصري هو احنا بالنسبة لنا في النادي الأهلي احنا أي بطولة بنخشها بنعتبرها بطولة مهمة طالما النادي الأهلي شارك فيه بنعتبرها بطولة مهمة دايما بنلعب على المركز الأول عدم حصولنا على المركز الأول في أي بطولة بنخشها بتبقى بالنسبة لنا مشكلة يعني أزمة كده دايما نحن رغبتنا أن نحن المركز الأول ولكن كل البطولات مهمة أنت في بطولة الدوري يعني اللي بيقول مثلا دوري ولا أفريقيا لا كل البطولات مهمة احنا احنا أصحاب الرقم القياسي في الدوري وأصحاب الرقم القياسي في الكاس وأصحاب الرقم القياسي في دورة بطالة أفريقيا بفارق كبير جدا يعني الدوري النادي الأهلي 42 مرة نادي الزمالك 12 مرة الإسماعيلي 3 مرات الترسانة مرة المحلة مرة الأولومبي مرة المقاولين مرة لما تجمع كل الأندية غير النادي الأهلي هتلاقي أن النادي الأهلي حصل على أكثر من ضعف مجموعة يعني لو النادي الزمالك أخذ البطولة 13 برضو النادي الأهلي هيبقى أكثر من ضعف مجموعة ما حصل عليه باقي الأندية كلها يعني مش موضوع أن الدور ده أقوى ولا مش عشان الناس خدت مثلا بطولة تخلي البطولة دي أقوى لا وإحنا عندنا كنادي أهلي إحنا بنلعب على كل البطولات حتى دورة أبطال أفريقيا يا كابتن إسلام إحنا حصلين على عشر ألقاب نادي الزمالك خمسة مازمبي خمسة التراجي أربعة فالفارق كبير في عدد البطولات يعني أنت الدعف في عدد البطولات حتى في دورة أبطال أفريقيا اللي بيقلل من بطولة أفريقيا مش عارف ياخدها من سنة 2002 بيقالوا 19 سنة ماخدش دورة أبطال أفريقيا فالطبيعي أنه هو هيقلل منها لأنه مش عارف يحصل على البطولة ولكن كل البطولات إحنا كنادي أهلي عندنا كل البطولات مهمة